الفكرة دي بقى سهلة وبسيطة جدا وهتنفعك جدا لو عندك بقى باب التلاجة ما بيقفلش معاك كويس بيبقى سببه طبعا الجوان اللي هو الكويتشة بتاعة التلاجة نشفة معاك حلها بقى بسيط جدا هتجيب الاستشوار لو متوفر عندك وهتشغاليه على الدرجة السخنة وهتبدأي كده تحطيه على الجوان بالشكل اللي انتو شايفينه ده او مياه سخنة مفيش اي مشكلة خالص اي حاجة من الاتنين وهتلاقيه بقى اضطر كده معاك وهيقفل بقى الباب معاك بمنتهى السهولة جرب الفكرة دي وهتعجبك جدا حل مشكلة الدبلة او الخاتم لما يكونوا ضيقين عليك بالشكل اللي انتو شايفينه ده ومش عارف بقى اطلعيه والدخليه هنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا هتجيبي بقى السلطب الرفاية او العريض مفيش اي مشكلة خالص وبدأي كده لفيه على صباعك بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتبتدي بقى تجيبي الفزلين وهتاخدي منه سنة صغيرة وهتحطيه على صباعك بالشكل اللي انتو شايفينه ده او ممكن زيت يعني اي حاجة متوفرة تمام شايفين بقى مفيش اسهل من كده الدبلة هتطلع معاك بمنتهى السهولة ان شاء الله جربت طريقة دي وتعجبك جدا الفكرة دي بقى سهلة وبسيطة جدا لو ابنك بقى مشغبط على ايده بالقلم الجاف او مثلا على الحيطة هاتي بقى اي نوع اسبري او برفان عندك وبدأي بقى رشي شايفين بقى مفيش اسهل من كده يطلع معاك بمنتهى السهولة فكرة سهلة وبسيطة وان شاء الله جربية وتعجبك هتجيبي بقى معلقة صغيرة من الشطة وربع كباية من الخل معلقة صغيرة من ملح اللامون وقلبي بقى كويس جدا عايز اقول لك بقى الخلطة دي جبارة هتطفش لك بقى اي نملة او اي حشرات كده عندك وزيقتي منها هتجيبي بقى اي ازازة كده فضية عندك وحطي بقى فيها الخلطة بتاعتنا الجبارة دي ورشي بقى في الاماكن اللي فيها عندك حشرات هتلاقيهم متو معاك بمنتهى السهولة طبعا خلطة كده طبيعية ومكوناتها موجودة في كل بيت جربية وتعجبك جدا واتمنى بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد الفكرة دي بقى جميلة جدا هتجيبي نصف لامونة وتحط عليها ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر او الكربوناتو المتوفر عندك ده فيه مش اي مشكلة خالص وقت بداقي بقى تدعاك معاك الحوض كويس جدا هنا اللامون مع الكربوناتو هيخليلك الحلة بتاعت الحوض بتلمع جدا معاك وفي نفس الوقت ريحتها حلوة جدا طبعا اي ريحة بقى مش لطيفة كده معاك في الحوض هتطلع معاك بمنتهى السهولة اللامون هنا والكربوناتو اختراعة طبعا هنا بقى مطرح مثلا ما بنخسل سمك او فراخ او مثلا نلموعين نفسها فبتعمل كده ريحة في الحوض هنا بقى اللامون والكربوناتو هيخليلك ريحة الحوض معاك تحفة جدا ان شاء الله تجربي الطريقة ديت وتعجبك جدا واتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد هتجيبي بقى صباع واحد من الارفة وهتجيبي بقى الصابون السيل اللي انت بتستخدميه وهتحطي بقى الارفة جوا عايز اقولك بقى كل ما تيجي تخسلي الموعين هتشمي بقى ريحة الموعين تحفة جدا معاك هيبقى ريحتها كده الارفة جربي بقى الفكرة ديت وهتعجبك جدا الفكرة دي بقى حلوة جدا هاتي بقى نص لامونة وتبدأي كده تحطي عليها ربع معلقة صغيرة جدا من البيكين بودر بالشكل اللي انت شايفها دا وهتدعاك بقى ضوافرك عايز اقولك بقى البيكين بودر هنا مع اللامون هيخلي بقى ضوافرك بيضة جدا معاك وهيشيل بقى اي صفرار اي حاجة فيها تنظيف الضوافر بقى باللمون هنا والبيكين بودر تحفى بصراحة جربيها بقى وهتدعيلي عليها واتمنى بقى لو وصلتي معين حدينا في الفيديو او لو اول مرة تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لكل جديد بإذن الله واخيرا طلع يا جماعة ومال السوق ده انا بستنم نستنى لسه عشان اعمل بقى الجمال اللي انتو شايفينه دا هنعمل مع بعض احلى ايس كريم زبادي بالتوتي رطب بقى على قلبنا شايفين بقى ما شاء الله شكله ولا طعمه حرفيا طحفة جدا احلى بقى من المحلات بكتير واوفر كمان وليلي بقى في التعليقات بتحبي زي ولا مش بتحبيه وانا بشتري بقى التوت جبت بقى الاصفر ده بيبقى طعمه مسكر وجميل جدا وطبعا اساس الوصفة بتاعتنا التوت الاسود هناخد بقى كوباية وهتبدأي بقى تشيلي كده العنقود بتاعه بالشكل اللي انتو شايفينه دو وهرفعه على النار وهزيب بقى ربع كوباية من المية ومعلقتين كبار من السكر اول ما يغلي معاك كده بدأي هرسي عشان يستوي معاك على طول حبة بقى اعرب بالتبعيني من انهي بلد واتمنى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد لحد ما يوصل معاك للقوام اللي انتو شايفينه ده كده تقل معايا واستوى وبقى تمامه زي الخل هنسيبه بقى على جنبه هنجيب بقى بولا ونحط فيها نص كوباية من السكر البودر وكيس لبن بغدر لو متوفر لو مش متوفر ما ادفوش والاساسي معانا كيس من الكريم جنتي وهضيف كوبايتين من الزبادي اي نوع وهضيف كمان معلقة صغيرة من العسل الابيض لو متوفر حطيه هيددي مطة وطعم حلو جدا للايس كريم هنزل بقى اخر حاجة نص كوباية من المية اول لبن بس الكون ساقع جدا هتجيبي بقى المضرب الكهربائي او اليدوي اي حاجة متوفرة عندك اشتغل بيها ما فيش اي مشكلة خالص اتمنى بقى لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تنوريني وتدوصل لكم وطبع عشان يوصل للك كل جديد بإذن الله وهو ده بقى القوام اللي احنا عاوزينه هتجيبي بقى اي علبة اي حاجة كده تحب تحطي فيها بس طبعا تكوني غسلها كويس جدا ومن الشفاء تماما من المية وهتنزلي بقى بنص الكمية وهتحطي بقى نص كمية التوت ووزعيها بقى كويس جدا عشان ما يبقاش كلهم بس في مكان واحد وهتحط كمان بقى الكمية واخر حاجة بقى كمية التوت عايز اقولك بقى ده احلى اي سكريم ممكن تعمليه بجد بيبقى طعمه تحفة جدا ميكس كده ما بين الزبادي والتوت بجد بيبقى طعمه خطي شايفين بقى شكله اقفلي بقى العلبة وهتحطيه بقى في الفريزر على الاقل كده المدة 3-4 ساعت عشان بس يجمد معيك كده جمد معي وبقى تمام هنجيب بقى معلقة الاي سكريم او المغرفة زي ما انا ما بعمل كده كانت عندي بس بصراحة اولادي كسروها فطبعا احنا كستات لازم كده نتصرف شايفين بقى المغرفة بتديني نفس شكل المعلقة الاي سكريم بالزبط ويمكن احلى كمان وكده كني عملتي احلى اي سكريم زبادي بالتوت بطريقة سهلة وبسيطة جدا وما خدش مننا وقت خالص وطالع حرفيا طعمه طحفة جدا احلى ما تشتريه من بره بكتير واوفر كمان نشوفي بقى البولة دلوقتي بكام حط الرنجة في المياه والشاي على الرنجة ويا سلام بقى لو حطتي كده سكر ونعناع يعني هناكل ونشرب الرنجة في نفس الوقت كفاية بقى افتكاسات يا جماعة والله ضيعتوا هيبة الرنجة احلى حاجة كده تحطيها على عين البتجاز وتشويها وتشمي بقى ريحتها الجميلة وبرضه هتقدري كده تقشريها معاك بكل سهولة ولو شاي لهم بتجازك يتوسخ كده معاك ويبقى ريحته زفرة وتفضلت نظفي فيها هنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا هتجيبي بقى اي صنية او طاصة اي حاجة تحب تعملي فيها وهتبدأي تحط فيها ورق زدة او ورق فوق لاي حاجة متوفرة عندك تمام وهتستني لحد ما تسخم معاك وهتحط بقى فوقها الرنجة وبكده هتشوي الرنجة معاك بكل سهولة من غير ما تبهدلي بتجازك نهائي شايفين بقى م شاء الله حرفيا دي احلى طريقة ممكن تعمليها لشوي الرنجة تجربيها وتعجبك جدا وتدعيلي عليها واتمنى بقى لو صلت معايا لحد هنا في الفيديو حبابا اعرف بتتابعيني من اني بلد واتمنى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد شايفين بقى م شاء الله تشوت معايا وبقت زي الفل من غير ما تبهدلي بتجازك نهائي كل الزيت اللي نزل من الرنجة نزل في قلب الفويل وهتبدأي بقى تخليها وتنظفيها معاك كويس جدا انا عايزة بقى تاكلها زي ما هي كده ما فيش اي مشكلة في ناس كده بتحب تفتحها وتاكلها زي ما هي كده ما فيش اي مشكلة وبالفة هانا عليكم انا بصراحة كده بحب انا اضافها يعني الشرع معايا كويس جدا واخليها تماما من الشوك بصراحة بتبقى مخلية اريح بكتير لما تيجي بقى تاكل ولا حاجة ولو في اولاد يعني مايلقوش كده القشر والشوك وتفضلي بقى تشلي فيه انا عندي هنا اولادي بيحبوها مخلية بصراحة ومن الشوك ومن القشر كده بقى التمام معايا هتجيبي بقى لمون او زيت او طحينة اي حاجة بتحبيها حطيها عندي بقى بصل احمر بصل اخدر حطيه بقى الفة هانا اتمنى